أعلنت الأعلامية إيمان الحصري تفاصيل وعكتها الصحية الأخيرة التي مرت بها خلال الفترة الماضية وأنها خضعت لعشرة عمليات جراحية بسبب خطأ طبية وفي منشور على فيسبوك كتبت إيمان وقالت في رحلة علاجية امتدت على مدار ثلاث سنوات خضعت لعشرة عمليات جراحية واحدة تلو الأخرى أخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائما إلى نقطة البداية الآن أنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11 وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقة لهذه الرحلة جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم محمد الغلبان بعد ثلاث سنوات من المدولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة حصل فيها المتهم في البداية على حكم بسجن لمدة سنتين لكن في النهاية خفف الحكم إلى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ رغم أن العقوبة المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح تعد هينا مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانا لحقيقة المتهم منذ البداية لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو استعي وراء عقوبة بحد ذاتها بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحا لا تندمل كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة بل هي مآس تترك أثرا دائما في حياة المرضى وأسرهم ورغم الحكم المخفف الذي صدر أنا مؤمنات تماما أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة في ختام هذه الرحلة القضائية الطويلة والشقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق الدفاع القانوني الذي وقف بجانبي منذ اللحظة الأولى اشتركوا في القناة